اشتركوا في القناة امامنا الان لحظة وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لابروب الى يعني السعودية وفي زيارة غير متوقعة يعني في زيارة ما كانش حد متوقعة لكن من دقائق وصل الى السعودية وكان يعني حتى الخبر نزل النهاردة قاله غدا لكن فجأة لانا في السعودية وصل من دقائق عشان تعرفوا ان كل اخبارنا حصرية واحد يقول لي يعني ليه ايه الزيارة دية الزيارة دية علشان عايزين يعملوا يعني التعامل بالروبن بين مصر وروسيا ويعني روسيا تتعامل بالروبن مع كل من مصر وايران والسعودية والامارات وانشاء كمان منطقة حضرة في مصر والموضوع يعني كبير جدا وكده فيه كمان يتزامن مع هذه الزيارة 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 محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الى تركيا هو اللي بيحصل خرج علينا في فيديو ننتقد بشدة سياسة الرئيس بايدين ويعني انا مش هقول ترجمة انتم ممكن تسمعوا الفيديو طب اسكت شوية وبعدين اعلمنا على الفيديو اسكت شوية اسمعوا الفيديو انماتنا بشكل كثير من 13 محسا ونعمن سيزان سيزان كنحظورا وخصوات نفسهم وجه يوم وينها ونعم وزار مخصورا ونمتعا ونعه وليه يوم الان ومن المهنة المدرسية مب42 وميعهم لديهم ايضا ولكنهم يتزعون أن نق 18 عام وليه يجب ستستحكم فيها البوطة للتوصوات الرئيس ترامب بينتقد بشدة الرئيس بايدن ويقول قبل عامين لم يكن لدينا طلقهم ولم نترك معدات عسكرية في أفغانستان بـ 85 مليار وكان لتر البنزين بـ 1.8 دولار يعني أقل من 2 دولار يعني يقول الآن أصبح لتر البنزين 9 دولار وقال في لم يكن أي نزاعات مع روسيا في ولاية ترامب يعني في ولايته هو يقول كده الرئيس ترامب السابق وقال يعني يعني فيما معناه بيقول أن سياسة الرئيس بايدن سياسة فاشلة سياسة فاشلة أدت إلى التدخم وأدت إلى ترك روسيا يعني أمريكا كل أسلحتها في أفغانستان وزي ما أنتم شايفين وكمان قال لك أني تفتتت أوكرانيا وأصبح يعني كل شعب أوكرانيا من اللاجئين وبيقول يعني عليكم بالجلوس إلى مائلة المفاوضات فوراً وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وده متناغم مع ما قاله هيناري كيسينجر عراب السياسة الأمريكية وقال لك أن روسيا أخذت قطعة للوقت من أوكرانيا لو صبرته كل ما بتصبره بتاخد أرض أكتر بتاخد أرض أكتر ودخل على كييف حالياً فهو بيقول لك عجله بالسلام مع روسيا وتنادله عن قطعة من أوكرانيا والموضوع يخضر ده اللي بيقوله هيناري كيسينجر هو الرئيس ترامب الرئيس السابق طيب نقول يعني خبر مفرح من مصر خبر مفرح الرئيس البولندي أندريه داود داودا بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أن يعني بولندا تتوقع أفاق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر وقال داودا أنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر بولندا عايزة تأخذ الغاز المسال من مصر وتوزعه على الاتحاد الأوروبي وده قبر يعني يزود الاقتصاد المصري وبنفس الوقت بيعمل منافسة مع روسيا ودي كانت أحد الخلافات مع روسيا أيام سد النهضة لما شفنا روسيا وقفت ضدنا في مجلس الأمن دا كان سبب خلافه الغاز الطبيعي المصري منافس للغاز الطبيعي الروسي وبالطبع يعني زي ما انتم شايفين بولندا بتتجه لمصر وبتقول لهم احنا عايزين نكون محطة نقود من عندكم ونوزع لأوروبا هذا هو خبر مفرح للاقتصاد المصري يعني زي ما قلنا اني في مفاجأة غير متوقعة اعلنوا عن تأجيل زيارة محمد بن سلمان الى السعودية طيب يعني اتمنى لكم كل اخشير مش عايز اطول في الفيديوهات وتحياتي لكم واشتركوا في القناة وامترجم الفيديوهات زي ما احنا قلنا علشان اللي مش هيفهم اللغة العربية اللغة اللهجة المصرية يفهم اللغة العربية الفصحة مكتوبة تحت الفيديو يعني بس الترجمة ممكن تنزل متأخرة شوية علشان الوقت تنزيع الفيديو بعد كده نترجم الفيديو بعد يعني نص ساعة من ازاعة الفيديو تحياتي لكم واشتركوا في القناة اشتركوا بكل جديد محدثكم بظريف الادي